مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان ليكن المسيح صادقا وكل إنسان كاذبا ليكن المسيح في إعلانه عن نفسه صادقا وكل إنسان كاذبا ليكن المسيح صادقا في كل كلمة خرجت من فمه وكل أمر آخر أو كل إعلان آخر مناقض للمسيح ليكن كاذبا ما زلنا نجيب على السؤال المهم من هو يسوع المسيح فإيماننا المسيح بمن هو يسوع المسيح مبني على إعلان يسوع المسيح نفسه عن نفسه من الكلمات التي خرجت من فمه ماذا قال عن نفسه هذا هو الأساس الذي بنيت عليه العقيدة المسيحية فالمسيح أعلن عن نفسه أمور كثيرة الإسبوع الماضي تكلمنا عن إعلان المسيح عن نفسه أنه هو رب الملائكة يرسل ابن الإنسان ملائكته فالملائكة هي ملائكته هو صاحب السلطان المطلق عليها هو الذي أوجدها ولا يستطيع إنسان مهما كان ومهما أعطي من قوة ومهما كانت عنده من رسالة أن يدعي أن الملائكة هي ملائكته لكن المسيح أعلن هذا بكل وضوح كما أيضا أعلن الرب يسوع عن نفسه أنه هو غافر الخطايا ومن يستطيع أن يخفر الخطايا إلا شخص الرب وحده وهنا نقف أمام إعلان آخر مهم بأي سلطان يخفر الخطايا ومن الذي أعطاه هذا السلطان وكيف للمسيح أن يقول أنه يخفر الخطايا لك أقول كم مغفورة لك خطاياك من من البشر عاش على هذه الأرض استطاع أن ينطق بهذه الكلمات مهما كانت قداسته ومهما كانت الرسالة التي مكلب بها من آدم وحتى إلى يومنا هذا لا يستطيع أحد مهما كان من البشر أن يدعي أنه يخفر الخطايا فالخطية موجهة أولا وأخيرا ضد الله صاحب النموس ومعطي الوصايا وهو وحده الذي يستطيع أن يخفر الخطايا اليوم نستكمل معا وعش كده حطيت العنوان ليكن المسيح صادقا وكل إنسان كاذبا على النقيد من إعلانات المسيح الكثيرة والتي سنرى أيضا منها البعض في هذه الحلقة يقف الكرآن في أعلانه عن المسيح على النقيد وهنا لا لنقارن بين ما أعلنه المسيح وما يقوله الكرآن لكن الحقيقة التي نريد أن نقف أمامها وهي أيهما نصدق هل أصدق يسوع المسيح الذي لم يكن في فمي غش القدوس البار الذي لم يكذب لم يشتهي لم يرفع سيفا لم يقتل إنسانا لم يؤذي بنا آدم الذي أحب ووضع نفسه حتى المنتهى موت الصليب أم أصدق كتابا آخر أتى به شخص آخر بعد المسيح بستمائة سنة لكن هذا الشخص لا يرتقي على الإطلاق ولا يمكن من قريب أو من بعيد أن نقارن بحياة المسيح من حيث القداسة والبر والطقوة ومن حيث التعليم ومن حيث المعجزات ومن حيث كل الأمور الأخرى عشان كده دون مقارنة نقول ليكن المسيح صادقا وكل إنسان كاسبا طيب نأتي إلى نقطة أخرى أعلنها المسيح عن نفسه وهي إقامة الموت إقامة الموت من الأمور المختصة بالله هي ليست أمور بشرية لأن قدرة من يقيم الموت لابد أن تكون قدرة مطلقة وسلطان لابد أن يكون له سلطان مطلق حتى على الأموات فهي ليست من اختصاص بشر ولا يستطيع أحد من البشر أن يقيم موت إلى يومنا هذا لا يستطيع أبدا العلم بكل ما أوتي من معرفة ومن تقدم ومن تطور ومن ازدهار أن يقيم إنسان ميت أو أن يحفظ إنسانا إلى الأبد من الموت فقيامة الأموات ده عمل إلهي وليس عمل بشري لكن ناجي للسؤال من الذي يقيم الموت من اللي هيقيم هم من القبور وكيف تقوم الأكساد وإحنا عارفين صبعا إنه الأكساد ملايين بل بلايين البشر اتحللت أكسادهم وملايين من البشر ماتوا في حروب ومئات من البشر بل ألاف من البشر أكلهم حتى الطيور جرح وملايين من البشر ماتوا في أعماق البحار ولم توجد أكسادهم تحللت أكلها السمك حصل اللي حصل لكن من الذي عنده القدرة أن يقيم هؤلاء نحن نؤمن بقيامة الأموات والإسلام أيضا يؤمن بقيامة الأموات لكن من الذي يقيم الموت وكيف تقوم الأكساد خلونا نسمع أول فيديو وهو فيديو يشرح لنا العقيدة الإسلامية عن قيامة الأموات فنسمع أول فيديو نعل عليه تبنى أجسامهم ينزل الله على الأرض مطرا ينزل الله على الأرض مطرا لا يمنع منه شيء لا سقف ولا شيء ثم تنبث أجسامهم من هذا المطر وتنبني أجسامهم وأشكالهم لم يتغير منها شيء وإذا نفخ إسطافيل نفخ الثاني تطايرت في الأرواح دخلت في الأجسام ثم تدب فيها الروح نعم طيب الفكرة هنا بيقولك إنه الله يرسل مطر هذا المطر لا يعيك شيء يعني لو فيه أكساد ميتة جوه الأبور المبنية بالخرسانة وبالطوب المطر هيخترق هذه المباني ويصل إلى العظام ولو العظام دي موجودة في أرض ومحتوطة تحت الأرض وعليها طبقة من التراب والرماد والأخر كبيرة أيضا المطر هيخترق يعني بمعنى إنه المطر لهيج دا ما فيش حاجة هتوقف أو توقف قدامه إنه يصل للأجساد فتنزل الأمطار دي على الأجساد فتبدأ العظام دي مرة تانية إيه تحية كأنك عندك شجرة أو عندك زرعة في البيت ماتت من العطش فتحط لها مية تبدأ إيه من جديد دا الفكرة لكن من الذي يقيم الأموات لم يجيب هنا على من يقيم الأموات لكن رب يسوع له كل المجد أجاب على هذا السؤال أجاب عليه بكل وضوح ولابد أن ناخذ كلام المسيح من فمه كما هو ونفكر فيه وده اللي جعل الكنيسة الأولى تؤمن بمن هو يسوع مش هي اخترعت يسوع كما تريد وحطت حواليه هذه الهالة وجعلت منه إله كما يدعي للأسف المسلمين وغيرهم لكن المؤمنين الأوائل وقفوا أمام هذه الإعلانات وطرحوا الأسئلة من هو هذا وأي إنسان نهاردة بيدور على المسيح ويقرى الأناجيل بيقف قدام هذا السؤال من هو هذا المسيح قال إيه في يحنى خمسة قال لا تتعجب من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة خلينا نفكر في كلام المسيح لو كل المجد في ساعة هتأتي هي ساعة القيامة ساعة انتهاء الدار يسمع جميع الذين في القبور صوته صوت مين صوت ابن الإنسان صوت يسوع المسيح وعش كده لو رجعنا إلى نفس النص اتكلم الرب يسوع عن قيمتين واحدة بتتم هنا على الأرض واحنا أحياء واحدة هتتم في نهاية الزمان فلما نرجع إلى يحن خمسة قاليني أعرى الجزء ده علشان يبقى واضح لحضراتكم وابتداء من الأعداد 24 يقول الرب يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة يبقى هنا دي اسمها قيامة روحية بمعنى بمعنى الذي يؤمن بالمسيح ويقبل يسوع المسيح ينتقل من الموت إلى الحياة الولادة جديدة الولادة من فوق إن الإنسان يصير ابن الله إن الإنسان تتغير حياته ده اللي بيكلم عنه المسيح فالمسيح بيقيم الإنسان الميت بالخطايا والزنوب ويعطيه حياة دي قيامة روحية دي بنختبرها هنا ونحن على الأرض لما بنسمع كلام المسيح ونتجاوب مع رسالة الإيمان لكن ينتقل الرب يسوع للكلام عن قيامة أخرى الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن دي قيامة اللي الروحية اللي بتكلم عنها هنا يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون لسه ما زال بتكلم هنا عن القيامة الروحية إن الإنسان يسمع صوت المسيح يتجاوب معه يفتح قلبه ويؤمن بالمسيح فتتغير حياته لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان يبقى الله يدين هو أيضا الرب يسوع وبعدين يتنقل بقى في عدد 28 لا تتعجبوا من هذا يعني ما تتعجبوش أنه أنا بعطي حياة وبأقيم من الموت الروحي وبعطي حياة أبدي لا لا ده أنتو كمان في حاجة تانية أنا بضفها لكم وهنا يقول الرب يسوع لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته بكلم عن نفسه ما زال بكلم عن نفسه فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة رب هنا بكلم عن أنه له السلطان أن يقيم من الموت حين يسمع الأموات في القبور صوت ابن الإنسان فالأموات يقومون وهنا بنقف عند نقطة مهمة في الساعة التي عينها الله للدينونة سيسمع جميع الذين في القبور صوته أي صوت يسوع المسيح فصوت يسوع يحيي الأموات ويقيم ويقيم من قبور هم فجميع الذين تحللت أكسادهم والذين أكلهم السمك والذين لا يوجد حتى لهم اليوم هياك العظمية كل هؤلاء سيسمعون صوت ابن الإنسان ويقومون من قبور هم العيز أقوله هنا هنا بنقف قدام هذا سؤال من هو هذا مين مين ده مين اللي بيكلم بسلطان وبيقول أنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في الكبور صوت فالأموات يقومون والإنسان والإنسان العائل اللي بيقف قدام هذه الإعلانات اللي أعلنها المسيح ويسأل الأسئلة من هو هذا وده اللي عمله التلاميذ وده اللي عمله المؤمنين الأوائل من هو صاحب الصوت القادر على إقامة جميع الذين في القبور مين ده أيمكن أن يكون المتكلم بهذا مجرد إنسان عادي هل ينفع أن نحن نقول أنه ناطق هذه الكلمات ومعلن هذه الإعلانات عن نفسه إنسان عادي هو ممكن يبقى إنسان بس أكيد يا إما مجنون يا إما كذاب مخادع لكن الاتنين دول ما ينفعش ينطبقوا على المسيح ومش ممكن أبدا إنسان حتى الأعداء لا يمكن أبدا أن يقول عن المسيح أنه كاذب ف أيمكن أن يكون المتكلم بهذا مجرد إنسان عادي وكيف يمكن لله أن يعطي أخص اختصاصاته زي ما الأخ المسلمين لا ما هو ربنا داله هذا سلطان كيف لله أن يعطي أخص اختصاصاته لآخر هل يمكن أن يشارك أحد المخلوقات في أعمال تخص الله وحده وهي الإقامة والدينونة دي أعمال تخص الله وحده زي الخلق زي غفران الخطايا دي أعمال بتاعة ربنا وحده وش معنى المسيح وش معنى المسيح من يستطيع أن يشارك الله قدرته المطلقة وعلى فكرة من ضمن هؤلاء الذين يسمعون صوت المسيح ويخرجون من القبور نبي الإسلام نفسه وعش كده نسمع الفيديو التاني قل لك أنه أول واحد يخرج من القبور هو مين نسمع فيديو رقم اثنين ونعل عليه إذا قامت القيامة ركزه أول من ينشق عنه القبر هو محمد صلى الله عليه وآله وآله تخيلوا الناس تبعثر ما في القبور أول واحد يطلع من قبره ويقف منه هو رسول الله إذا كان أول واحد يطلع من قبره ينشق من قبره هيطلع وكبره من نفسه ولا يطلع لما يسمع الصوت ولا بحسب الفكر الإسلامي لما تنزل المطرة على العظام فيبدأ يعني يحيى من جديد لماذا لا يقيم نفسه لماذا يقوم عندما يسمع صوت المسيح من له السلطان في هذا الموقف الذي يأمر فيطاع في القيامة أما الذي توارف التراب لألاف السنين وينتظر من يقيم من القبر أول من ينشق طيب نيجي لنقطة أخرى حقيقة القيامة دي محنا ممكن نقول لا المسيح اش اش دمانا انه فعلا الكلام اللي قال المسيح ده صح يعني ممكن حد يسألني يقول دكتور أشرف على عيني وعلى رأس الكلام اللي قال الرب يسوع هنا بس اش دماني انه هو صح اش دماني انه هو فعلا هيتم هل أنا عندي ضمانات انه اللي قال المسيح دوا هيتم يعني زي مثلا عندك مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة مثلا مشترة عربية غالية جدا وبازت وانا قاعد معاك وبقولك على فكرة لا ممكن اصلح حالك بتقولي نعم حضرتك بأي بأي خبرة عندك وإيه الضمانات اللي تخليني اصدق كلامك فانا لازم اقدم لك الضمانات هل المسيح في حياته قدم لنا الضمانات على صدق هذا الاعلان اقولك ايوه ومش مرة ولا اثنين لكن ثلاثة المسيح اقدم لنا الضمانات على انه هو الذي يقيم من الموت هو الذي بكلمة يستطيع ان يوقف النعش ويأمر الصبي فيقوم من بين الاموات ويرد الى امه هو الوحيد الذي يستطيع ان يأمر العاذر الذي قد انتن انتن في القبر ويقول له العاذر هلما خارجا وزا المسيح الذي سيسمع سيسمع جميع الذين في القبور صوته فيقوم لانه له السلطان له السلطان طبعا من من حاجات الغريبة لما تسمع عن يوم القيامة في القرآن وفي الاسلام نشوف الفيديو رقم ثلاثة ونشوف موقف كده غريب هيكتاس فيه البشرية يوم القيامة نسمع فيديو رقم الموقف يوم القيامة صعب الجميع عريان الشمس دنت العرق يتصبصب من الناس يرتفع العرق ووقوفنا طويل يوم القيامة وقوفنا في ذلك اليوم خمسين الف سنة خمسين الف سنة يا جماعة واكفين من يوم نطلع من القبر حتى يتم الحساب وإن يوما عند ربك كالف سنة اليوم بالف سنة وضربها في خمسين الف طيما دي محلولة جناب الشيخ ودي محلولة جدا يعني عشان كده أنا بنصح أي حد يموت بما أنه هيقعد خمسين الف سنة أي حد من الإخوة المسلمين لو مات يحط معاه في القبر ثلاث حاجات الحاجة الأولانية كرسي هيحتاجه ما خمسين الف سنة هيقف على رجليه فيحتاج كرسي يقعد شوية والحاجة الثانية شمسية عشان الشمس يعني شمسية يجيبها عشان الشمس ويجيب كمان سكرين بروتيكشن لجلده قنبوبة كده بتتباع ياخدها معاه ولو هو غني ياخد مكيف أو مروحة يحطها معاه خمسين الف سنة وعلى رأيي المخرج وشوية مايا سقعين معاه اتحلت المشكلة اتحلت المشكلة انه موقف صعب ما الذي يجعل القيامة صعبة بالنسبة للمؤمنين هي ليست صعبة بالنسبة للمؤمنين هو هذا الانتظار لان ارواحهم ستأتي مع المسيح اما بالنسبة لغير المؤمنين فهي تعني الدينونة تعني الدينونة والله بقى في هنا حسب الرواية الاسلامية الله هياخد استعرك محاكمته للبشر خمسين الف سنة طب اذا كنا اذا كان الالف سنة كيوم عند الله حتى لو خدنا هذا يبقى خمسين الف خمسين الف يوم خمسين الف يوم لو حسبناها اسمناها على 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 يعني تلتمية خمسة وستين يوم ما عرفش يطلع كم سنة رب يسوع الوحيد الذي اثبت صدق كلامه عش كده ليكن المسيح صادقا وكل انسان كاذبا وما فيش ابدا انسان عائل يكذب المسيح ويصدق هذه الخرافات وبعدين يقول لنا حاجة تانية يقول لنا انه هو اول واحد ينشق من القبور ويخرج من القبر وبعدين فجأة كده بتلاقيه بيقوم بدور غريب شوف الفيديو رقم اربعة وارجع اعلق عليه فيأتون الى كل الانبياء يذهبون الى آدم يا آدم ده انتابوا البشر ده هنا الناس يعيني اللي هي من الحر ومن الشمس ومشي بقى لها خمسين الف سنة عايزين بقى يعني يعني يرتاح فبيروحوا المين يروحوا الادم الحان ket قالm لا انا ما hanفعش يروحوا يروحوا للنوح الحان يا نوح لا لا انا ما hanفعش كويس دول كل الو مقافين في الطبور غالبا معاهم يعني فما انفعش فيروح للمسيح فالمسيح يقولهم ايه روحوا لنبي الاسلام هو ده الشفية عنهم يعني انا اذا كان المتكلم مش عارف ايه يبقى السامع عائل باي ينكمل الفيديو بعدين هرجع اسأل كم اسئلة انت ابو البشر اشفع لنا عند ربك لعل الله يبدأ في الحساب حيننا تعبانين اشفع لنا يا ادم فيقول لهم ادم اذهبوا الى نوح انا لا استطيع فيذهبون الى نوح انت من اطول اعمار الانبياء اشفع لنا عند الله فيقول نوح لا تسألوني اذهبوا الى وكل نبي يحيلهم على اخر حتى يصلون الى عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا الى محمد فانه رجل قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يعني اولا اذهبوا الى محمد لانه رجل غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يعني هو خاطئ يعني هو خاطئ ومحتاج الى غفران الله فبأي يعني يعني لو كلمنا عن الشفيع ايه المعاصفات ايه الحاجات المفروض تتوافر في الشفيع احنا عندنا مثل مصري يقولك جيت لك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين محتاج حد يعينك طيب انا انا اساسا خاطئ اروح ليه الخاطئ انا اساسا محكم علي بسبب خطايا اروح ليه الانسان خاطئ طيب اروح لانسان بار اروح لشخص قدوس يعني هي كل الفكرة اللي عايز يوصل لها بالخرافات دي انه دوان هو الشفيع بأي 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 شرط بأي بأي اشارة بأي علامة بأي علامة اخد الاخ عماد من امريكا الاخت ام عماد سوري الو 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 اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك ممكن بس توطي صوت التلفزيون وتكلمي التلفون عشان الصوت طالع معنا او حاضر مع حاضر 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 الفضل اللي معاني اهلا ايوة اهلا وسهلا بحضرتك زكا دكتور انا عماد اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك بقال كتير ما اعملت كنت بتفرج على برنامج ولقيت واحد داعية وواحدة معاه ويا حرام مسخين بنت عم أعزين بأي طريقة أنهم يدخلوها يعني في الإسلام وكده وهي تقاوح معاهم وهم وراها فياريت ياريت ننبه على بناتنا ما يتدوش بياناتهم لأي حاج بسهولة يعني وعلى فكرة في ناس كتير قوي بتتكلم على أساس مثلا بتدور على شغل أو حاجة وتسيب نمر كليفونها عند ناس فده غلط أكبر غلط يعني فأنا عايز أحذر البنات طيب وصل تحذيرك طبعا وتحذيرك وصل وربنا يحفظ عليهم احنا عايشين في عالم شغير وعالم ساكت وأوقات كتيرة بيبقى حسن النية مش هو أفضل حاجة لكن لازم الرب يسوع قال لازم نكون أيضا حكماء حكماء في تصرفاتنا وفي حياتنا رب يحميهم يحافظ عليهم آمين يا رب ما عندكش فكرة كانوا الداعية ده واحدة معاها مسكين البنت يا حرام وتقول لهم أنا لسه صغيرة لما هكبر هعرف ودول عملين يشاككوها في إيمانها والمسيح ده مش ابن الله والكلام اللي بتقولوه وربنا وعشان كده مهم جدا لأننا نحن اللي بنقدمه هنا في هذا البرنامج وفي برامج قناة الحياة يعني نحن مش بس البرامج اللي بنعملها دي موجهة للإخوة المسلمين أنه رب يفتح قلوبهم وبصائرهم لمعرفة الحق لكن كمان بنعملها للإخوة المسحين الذين يريدون أن يتعمقوا في الإيمان وفي نفس الوقت يكون وقفين على أرض صلبة في إيمانهم بشخص الرب يصبح شكرا لك يا أخت المعماد شكرا لك الرب يبركك طيب فالمسيح بكلمة واحدة بكلمة واحدة يخرج الأموات تيم لاهاي وهو كاتب معروف جدا ومشهور كتب سلسلة من الكتب وحتى بعد كتب وتعاملة أفلام قال هذه العبارة قال إذا استطاع إنسان إذا استطاع إنسان أن يوقف جنازة ثم يقترب إلى الميت المحمول على الأكتاف ويقيمه بكلمة ويرد إلى أمه الأرملة والمسكينة ثم يقف أمام قبر العاذر بعد أن أنتن ويقول له هلما خارجا لقلنا بدون تردد أن الله افتقد أرضنا إن البشرية منذ أن خلقها الله حتى يومنا هذا لم ترى شخصا صنع معجزات بقوته وكلمته وكلمته الشخصية كما صنع يسوع كل معجزاته طيب أخذ الأخت في ريال من إنجلترا ألو 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 أخ أشرف أهلين بيك وقت في ريال زيك الرب يباركك الرب يباركك الاسبوع الماضي كان فيه مشكلة بالخط ما قدرته أحف الخط لا أهلا وسهلا بحضرية نشكر الرب الله يخليك الرب يباركك أخ أشرف هما يقولون الاسبوع الماضي حسب ما سمعت وحضرتك إنه المسيح مجدف فهم معناته أنه إلهم أيضا مجدف لأنه بشهادة القرآن المسيح هو كلمة الله وروح منه وأيضا بشهادة القرآن الجميع نخصهم الشيطان مع عدى المسيح بن مريم فلما يعترفون بهذا الشيء معناته أنه إلهم مجدف النقطة الثانية اللي ما يفهموها هو هو المسيح له كل المجد قال بفمي طاهر أنا هو الطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي أي واحد من الأنبياء قال هذا الكلام قال الطريق ما قال طريق لو قال طريق عدى الطرق مثل ما يقول مثل عدى الطرق تؤدي إلى روما لكن طريق واحد هو الرب يسوع المسيح له كل المجد أخ أشرف مرة كنت دا أتناقش مع أخت عزيزة على قلبي مثل ما منفتحة كثير وناقصة الرب يسوع وإن شاء الله تخلص باسم يسوع دعا أصلي من أجله سألتوا قلتوا لأنت ظلين يا أختي تقولين الحق الحق دائما يعني شو قصتك ماذا تخصدين بالحقات طبعا الحق هو الله قلتوا له أكيد قلت لي طبعا قلتوا له إذن المسيح هو قال أنا الطريق والحق والحياة هل تعتقدين أنه المسيح حاشاء كاذب أم صادقات لا استغفر الله حاشاء أن يكون كاذب هو صادق وبدون خطية قلتوا له إذن المسيح هو الحق وهو الله الظاهر بالجسد النقطة الأخيرة يا أخ أشرف هو منه اللي دين نهاية العالم منه الراحل هو الله الديان هم يعترفون بهذا والرب يسوع المسيح قال بسمه الطهر في رؤية عشرين لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفاتيح الهاوية والموت فإذن هو الديان والدينونة هي لالله وحده وبعدين إذا محمد شق القمر ولا ما شق القمر إيش رح يستفادون الأخوة المسلمين روحيا من هذا يعني أريد أفهم هم أصلا ما فهمين إيش معنى شقاق القمر ولا هاي الخزعبلات لكن ماذا أقول أرجع أقول الكتاب المقدس الإله الحي الحقيقي قال إله هذا الدهر قد أعمى أذهام غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل عبد المتيح الذي هو ثورة الله فإحنا نصلي من أجلهم إنه الرب يلمس قلوبهم وينور عقولهم ويفتح عيونهم بإسم الرب يسوع المتيح له كل المجل خاصة في رمضان الجاي وكل عام هما سايمين ونصلي من أجله شكرا أخي أشرف ربي باركك ويحفظك شكرا لك شكرا لك وفعلا إلا تستفادوا البشرية من شاء الأمر هو واحد اتزنى اعمل لنا آية اعمل لنا آية زي باية الأنبياء فالهم شق القمر طب مين هيطلع بقى يشوف الأمر اللي تشاء ولا ما تشائش عشان كده كل معجزات المسيح كانت ملموسة كانت مرئية كانت في العلم يعني يوم يوقف مسيرة وجنازة ماشية في الشارع ودي أم أرمالة فكل الناس متعطفة معاها ويوقف الجنازة ويروح عند النعش يوقف عند النعش ويؤمر الميت الولد ويقول له قم فيقوم ويودي الأمه يرده إلى أمه دي كل الناس شفيتها دي كل الناس شفيتها لما يروح عند قبر العاذر ويقول له هل أم خارجا دي كل الناس شفيتها ابنة يايروس نفس الحكاية إنما ده أنا وقفت عندي اللي قاله تم لها خلينا أقول تاني مرة اللي قاله تم لها بيقول إذا استاع إنسان أن يقف جنازة ويقترب من الميت وبكلمة يقيمه وإذا استاع أيضا أن يقف أمام قبر العاذر بعد أن أنتن ويقول له هل أم خارجا يعني بكلمة أيضا يقيمه يبقى أكيد بنقول أن الله افتقد أرضنا لأنه من ساعة ما ربنا خلق الكون وحتى يومنا هذا لم نرى شخصا ودي نقطة مهمة جدا لم نرى شخصا صنع معجزات بقوته وده الفرق ما بين معجزات المسيح ومعجزات بقية الأنبياء لم نرى شخصا صنع معجزات بقوته وكلمته الشخصية كما صنع يسوع كل معجزاته ألا يؤكد هذا على طبيعة المسيح وعش كده لما أي عاقل بيقرأ الكتاب المعدس بيصل إلى هذا الملخص أنه المسيح شخص مختلف المسيح مش مجرد إنسان وعش كده النقطة دايما الإخوة المسلمين بيحاولوا يلعبوا عليها لما بيتزنقوا في النقطة دي يقول لك لا أسل الأنجيل محرفة طبعا ولا محرفة ولا مش محرفة مين حرفها وإمتى وإزاي وأسئلة كثير ما بيعرفوش الجواب عليها فيتعن على طول في مصداقية الأنجيل لأنه عاجز عاجز على أنه يفهم ويدرك ويقف وجها لوجه أمام إعلانات المسيح هو عاجز زي ما اخترق صوت يسوع قبر العاذر واخترق الصمت الرهيب داخل القبر سيخترق صوت يسوع المسيح في نهاية الزمان جميع القبور في كل مكان عشان تقوم الأجساد وتبدأ الدينونة وزي ما قالت لنا الأخت في ريال مين هو الديان المسيح بس مش مش هينده على الأموات فيقومه لا 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 ده المسيح حيودين أيضا في الفكر اليهودي في العهد الأديم كله وفي الفكر أيضا المسيح الديان هو الله عمل الدينونة هو الله بتاع ربنا مش بتاع بشرة لأنه الإنسان مخلوق من الله ومسؤول أمام الله مش أمام حد فالدينونة هي عمل الله وحده لكن المسيح هيدين هيدين الأحياء وهيدين الأموات وهو أيضا الذي سيحكم سيحكم وسيميز ما بين المؤمنين وغير المؤمنين وهو أيضا اللي بكلمة سيجعل هؤلاء يذهبون إلى البحيرة المتقدة بالنار وكليبريت واجعل المؤمنين به يدخلون معه الحياة الأبدية هو واحد وعش كده أجي إلى نقطة مهمة أخرى وهي جلوس المسيح على كرسي مجدهي أجماعة المسيح قال حاجات فعلا تشيي بالعقل وزي زي ما قلت لحضراتكم أن المسيح أن الرب يسوء حوكمة حوكمة وصلبة ليس بسبب ما فعلوا فهو كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس لكن رب يسوء حوكمة وصلبة بسبب إعلاناته عن نفسه بسبب ما قالوا يسوء المسيح عن نفسه فاعتبروا مجدف لما يقول مغفور لا خطاياك لماذا يجدف بهذا من يقدر أن يخفر الخطايا إلا الله ده اليهود قالوا في دواخلهم كده لما يجي هنا ويقول أنه يسمع جميع الذين في القبور صوته أهو يجدف أم يقول الصدق أم ماذا مهما ينفعش نعدي كلمات المسيح دي اللي أعلنها عن نفسه بهذه البساطة لأن دي جوهر إيمان المسيح لما يوقف الرب يسوع قدام اليهود يقولهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يعني اليهود شدوا شعرهم اليهود يتجننوا فعلا من كلمات المسيح لترجع يقوله أنت ما بلقكش خمسين سنة أنت حتى ما كملتش خمسين سنة وتقولنا أنه قبل ما يكون إبراهيم أنت كنت ده الفرق الزمني ما بين تجسد المسيح وخدمته على الأرض وما بين إبراهيم في العهد الأديم ألفين سنة خلوا واحد يقول لهم أنا قبل ألفين سنة أنا موجود تب ورديني البطاقة يعني يعني اللي قالوا المسيح زي ما بيقول ما ينفعش نعديه وأنا وأنا بشجع كل الإخوة المسلمين اللي بيتابعونا على قناة الحياة وعلى برنامج عبر الكتاب من فضلك اقرأ اقرأ الأنجيل واسأل مين ده وبأي سلطان يعلن هذه الإعلانات وما فيش مرة تراجع عن إعلان من إعلاناته فيش مرة لما قالوله قالوله بأي سلطان أنت فعل هذا وإزاي أن أنت تخفر الخطايا وأن أنت بهذا تجدف ربي سوعة مراجعش في كلامه ما تراجعش قالهم مش يا معلش أنا غلط لا أنا كان أصدي نقول إن الله هو الذي يخفر الخطايا لا 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 ده لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض يعني أنت خلتها معاهم يعني أكدتها مرة واثنين ولا مرة فيجي أي إعلان قالوا المسيح تراجع عنه بل لما كانوا يجي نقشوه كان يأكدوا أكتر ويثبتوا أكتر ويقول ما هو أكتر من اللي سمعوه نيجي هنا لجلوسه على كرسي مجدهي هو مين اللي هيجلس على كرسي مجده علشان يدين يعني لما لما حسب الفيديوهات اللي شفناها لما الناس تقوم جناب الشيخ وأول من ينفض الغبار ويقوم وأنا بسأل هل هو هيقعد خمسين ألف سنة بردو الرسول الإسلام هيقعد خمسين ألف سنة تحت الحر ولا هتكون في خيمة مجهزة تكيف ويروحوا عند الذي يدين ما هو انت بتقف قدام الملك الصورة هنا اللي برسمها الرب يسوع صورة ملك جالس على عرشه يدين طب هل اللي هيقعد على العرش ده شخص عادي طب ليه ما يعودش عليه ملاك لكن اللي يقعد عليه هو الديان وحده شخص الله شخص الله بذاته كلمة كلمة الله المتجسد الابن الازلي يقول يقول كده الرب يسوع ليه كل المجد في حديثه الاخير على جبل الزيتون ويكلم ويكلم عن مجيئه ويكلم عن علامات مجيئه وعلامات انقضاء الظهر في ماتة 24 وماتة 25 يقول كده ومتى جاء ابن الانسان مرة تاني اقول انه ابن الانسان اشارة الى الله المتجسد وهو اللقب المحبب لشخص الرب يسوع نفسه وهو اللقب الذي نطق به المسيح 82 مرة الاناجيل وهو اللقب الذي بني على نبو الدنيال واصحاح سبعة عن ابن الانسان الذي سلطانه سلطان ابدي وملكوت لا ينتهي واشار الى الرب يسوع ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه او جاي في مجدبه ميش المجيء الاولاني اللي جاي في اتضاعه ووضع نفسه واخلى نفسه اخذ ان سورة عبد لكن هنا جايك الملك الديان ومتى ومتى جاي ابن الانسان في مجده وجميع القدسين معه وجميع الملائكة القدسين معه فحين اذن يجلس على كرسي مجده the throne of his glory وبعدين ويجمع امامه ويجمع امامه جميع الشعوب جميع الشعوب كل الامم والقبائل والالسنة كل الذين ماتوا واقامهم وكل الذين هم احياء عند مجيئه في فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء يميز الصالحين عن الاشرار ويرسل هؤلاء الى الحياة الابدية ويرسل الاشرار الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت كلام الرب يسوع هنا عن مجيئه في المجد مع جميع القدسين وجلوس على كرسي مجده وديننت كلها براهين مباشرة مش محتاجة زكاء ولا محتاجة تفسير ولا محتاجة كتب تفسير كلام المسيح كلام مباشر كلام المسيح كلام مباشر جدا 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 براهين مباشرة واللي احنا بنقدمه هنا عن اعلانات المسيح عن نفسه هو براهين مباشرة انا مش بقولك الناس قالوا ايه عن المسيح انا بقولك المسيح قال ايه عن نفسه قال ايه عن نفسه ولي ما ينفعش ابدا ان يفسر الا بهذا الشكل عايز تقول عليه مجدف اقول عليه مجدف لكن ما ينفعش تقول عليه انه ده تأليف كنيسة لانه دي كلمات المسيح نفسه ممكن ترفضها من حقك ترفضها وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحبة ناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كاتيريرا ابقى انت لا تحاسب انت ممكن تقول انا لا مش مقتنع بالكلام المسيح ده كلام يعني خل واحد شد في شعره انا مش مقتنع لكن ممكن تقول الكلام ده صعب بس يا رب فهمني هل فعلا اللي بيقول المسيح ده حقيق عن نفسه واذا كان هو اللي بيقوله حقيق عن نفسه يبقى اكيد اللي بيقوله عن نفسه ده صدق لانه المسيح في كل اعلاناته كان يقول الحق الحق اقول لكم truly truly الحق الحق وهو الحق وعش كده ده كلام مباشر عن المسيح تؤكد ادراكه انا كاتب الجزء ده في كتاب المسيح من هو تؤكد ادراكه او ادراك يسوع المسيح لطبيعته وحقيقة شخصه يعني المسيح يعلم من هو المسيح وهو على الارض كان يعلم انه كلمة الله الازلي المتجسد كان يعلم ان له السلطان كان يعلم انه هو ابن الله من نفس طبيعة الله بس اه ارتضى ان يتعلم ارتضى ان يعذب ارتضى ان يصلب من اجلنا لكي ما يتمم الفداء والخلاص عش كده لا يمكن ابدا ان يقبل اي انسان مهما كان ان يكون قائل هذه العبارات مجرد شخص عادي او نبي من الانبياء او معلم من المعلمين لان ما ينسبه يسوع الى نفسه فهو حق الهي فقط انا ممكن يعني اه اه انسب الى نفسي بعض الحاجات اللي مش مش فيه بس الناس تبقى عارفة لكن المسيح انا مش بينسب لنفسه انه هو كاحد المعلمين ولا بيقول انا زي موسى لا لا بيقول انا الله فهو حق ولا يمكن ان يعطي الله مجدو الاخر كلنا عارفين كده كلنا عارفين كده ده ده نبو خز ناصر لما خد مجدو الله ربنا ضربه لما هيرودس اه يعني اتكلم بكلامه الناس قالت ما هذا الا صوت لا الله ضربه بالدود الله لا يعطي مجدو الاخر ويجي المسيح انا يقول انا بغفر انا بأدين انا هتسمع جميع الذين في الكبور صوتي انا هبقى جالس على كرسي مجدي انا هاميز الناس انا هاحكم على الناس حبائي نحن نقف امام شخصية عظيمة لا يمكن ان يكون المسيح مجرد انسان بل هو اعظم من انسان لانه هو كلمة الله المتجسد الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم